مرحبا بكم مشاهدينا مجديد في الجزء الثاني من عدد مبيناتنا لنهار اليوم في هذا الجزء ضيفنا هو فنان راقي جميل محترم كلماته رائعة الأداء تاعه ممتاز ورح يحكينا اليوم رحلة مهمة جدا من الشاب يزيد العم يزيد تفيقة كبيرة 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 للسيازين مرحبا شكرا 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 مرحبا بك سيازيد ولا عمو يزيد عمو يزيد هات الساعة عمو يزيد ارتاح لاكتر لكن انت يزيد تكون انا نقولك سيازيد انا نحتار ما كانت قادر مرحبا بك سيازيد شرقتنا ونورتنا الضيف عزيز علينا في برنامج مبيناتنا انا اسعد ونقتنم هاد الفرصة باش نقولكم عمر مديد لهذا البرنامج اللي تبعته من اول حلقة برنامج جميل 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 رايح يعطي المشاهد فرصة باش يكتشف الفنانين الوجه الاخر ربي احطيك زعمل ساحج بك ولا بركادي مجاملة لا 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 انا من جاملش بزاف انا يقولولي عليك يعني لا لا هاي نحاول لانه الانسان انا نقول مسؤول على كل كلمة يقوله صح لذا الانسان يحاول انه يبتعد عن المجاملات وكما لانه راح يتحسب عليها في يوم ما صح طيب سياسي تشوف احنا دايما نبدأوا البرنامج ببناء النوراك شايفو دايما نبدأوا بتقرير يسموه شكونانا حبت تروح تعود معنا ل Gabrielle بم unsur ce sont un bon a- ولو أني خايف شو بي لا لا أجد أن اخرج له يلا سأرى ونشاهدون لاده يلا بون أنا شفاب باللي كنت في النعن عادي عندي موهبة الغيناء والعزف على آلة البيانو وشنوجة النهار لي مفهمش وش صرع لي ولقيت روحي نغني غير على الجنس اللاطيف اللي هو منسا ولت أكبر هدية ليهم هي حضور الحفلة تاعي في عيد المرأة التم اللي عرفت باللي الدعوة سخونة وعلى هذا قررت باش نبدل جمهور تاعي وبعد مناقشات عديدة وطويلة مع المناجر تاعي بوبي قررنا أنوياه باش نقلبه الفيسا ولينا نديره عروض للأطفال حتى خلصت عليها بحصة رفقة البراءة وبعد ما كنت شاب يزيد اليوم مليت عمو يزيد وش رايك سلامات لا لا سلامات خفيف الضري لا تساعة سلامات ايه حمد لله سلامت لا ان شاء الله تشوف احنا كامل الضيوف يجوا عندنا يجوا راضيين ويروحوا بالعكس راضيين وأكتر لما أنا انتفهم يعني كباللي بالمرأة باش الفنان ماذا بيكون يفوتش عندكم لا ممكن بيفوتش على الأقل الناس تعرفوا وونينًا صح الجميل جميل جميل الجميل طبس يزيد كنا نتحدث عن الشاب يزيد عمو شungsه راضي hesitant و متأكدة uh 17 أبب unfamiliar 20 سنة 20 سنة بالضبط مقد trabal راضي 30 سنة سهلة 17 أبدون تقريباً كل عام كنت خرجه أبدا uh لتابن ر시 Wee بالمناة لأي요 في العام رихضي البنا في Salut سأرى إنساقسيك واحد سؤالي هو تقليد على ببي دايما إنساقسيهولك حكاية يازيت والوي مارس يعني كان بخاطرك أنك تربط اسمك بهذا المناسبة أو لقيت روحك حاصل متورط والله حاصل لا لا لأنه شي يشرفني شي يشرفني ولكن هو باش الإنسان يفهم واش سراء واش سراء لي لازم يرجع لتلاتة وتسعين نهار بديت نغني بديت أنا في تلاتة وتسعين ولكن أول ثمانية مارس كان في سبعة وتسعين بعد الشهرة يعني هذيك هو اللي انقضني لأنه وكان انتظرت حتى در ثمانية مارس باش تشهرت تلسق فيك بعد يعني ثمانية مارس جاء بعد الشهرة وين في سبعة وتسعين كلها في العشرية السوداء وين مع نفسي هكذا حبيت ندير تقدير للمرأة الجزائرية وكان في قاعة بن خلدون كان الحفلة من أروع ما يكون والألبوم اللي يخرج صبري 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 في هذيك الوقت سبعة وتسعين ولكن قدرت الحفل وراحت واصلت جوالتك كامل ولكن تفاجأت باللي السنة اللي بعد شهر مقبل كل نساء الجزائر وراح يغني عمو يازيد شاب يازيد رزقت عدوك عمو يازيد سيبوا وراح يغني وراح يغني أنا تفاجأت كنت عشام يسنوف يازيد نغني العام الجاي ما فهمتش باللي كان لازم نزيد نغنيه أنا كان تقدير وخلاص ما تفهمت باللي لازم العام اللي بعد تاني نديرهم حفلة في قاعة حرشة وكان أكبر وريد كل سنة بالرغم من أني كنت ندير ما يقارب مئة حفلة في السنة الداخل وخارج الوطن ولكن كان يجي حفلة 8 مرس يغطي كل شيء يغطي كل شيء لأنه الإقبال المرأة الجزائرية ندرت لها هدية درت لي عشر هدايا يعني الإقبال اللي تحوم التفاعل مع الحفلة هداك هو اللي مكانش جزائري اللي ما شافش الحفلة 8 مرس اللول تاعة حفلة لماذا فراكة تعلقت على النساء بالحفلات التاع الشبيهزي كم زاف حفلتين داروا في الوية مارس بزاف فنانين يديروا حفلات لماذا إقبالهم على شبيه بلكية تكون مجانية الحفلة الحفلة حفلة 8 مارس كل هكت مجانية فراكية نعم على كل حال صح كل هكت مجانية نعم حتى الإقبال تعالى عم ويازي الدركانة ما نقدرش نفسرهورك يعني شخصيا أنا جاي نحكو عليه بالضبط أنا نظن نظن بلي أنا نظن راح نروح بلك بدون تطفل نقول بلي لما تدير تقدير الإنسان يشوف في عينك يعرفك إلى ركز هذا قول الله أنا نظن بلي كان الصدق لا سنسيريتي في الميساج صح لأنه كل الحفلات مشي كانت مجانية كنت هنا ننظمها لما نصرف عليها نصرف عليها وكان تقديري للمرأة الجزائرية كوت 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 ندير هذا الحفلة كان لازم نديره بالمرأة خلصت من الالوكاسيون على الصالح رشاة يعني وناظروا صحتاني السياسيين نشوفوا باللي كنت كانت حتى الحفلة تاعك هادفة كان عندها هدف نشوفوها كنت تقدير دي كونفرانس دي براسة وعي بالمرأة حقوقها أنا من اللي بديت جيت للفن عن اختيار مشي ما سبتشوش ندير ورحت للفن أنا كنت مدرس دكتورات درجة ثالثة وتخليت على المنصب تاعي وجيت للفن لأنه كان بلك الظرف اللي كانت عايشاته الجزائر هو داني بجدرت هذا الاختيار لأنه كنت حاسب اللي الجزائر كانت محتاجها رسائل رسائل أمل رسائل كما ضرك تاني يعني أنا نضرب اللي الفنانين والرجال الإعلام وكامل لازم تكون عندهم قناعة بلي عندهم دور يعني يكونوا على دراية بالدور انت حم بالمسؤولية انت حم ما كانش عندك تخوف هذا كل وقت مع العشية سوداء ووضع أمني صعب وانت تروح أولا تغني في سيدي موسا يقول تجمع انساء تخرجهم ديارهم لا 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 أنا قبل ما ارتقعت حرشة هنا في الجزائر العاصمة وكانت في العاصمة رحت لسيدي موسا خمسة جوية عام 1995 سيدي موسا؟ يعني الناس اللي كانوا حاضرين مازان تلقى بهم وكامل مثلث الموت يعني كان ضمن مثلث الموت نو رحت لسيدي موسا رحت المدينة سفيزة في سيدي بالعباس ورحت لزيامة منصورية رحت لجيجل مرورا بزيامة منصورية على كل حال المرأة الجزائرية مكافحة طيب تجاوك تهديدات في هذه الفترة التي كنت تخدم تجاوك تهديدات هكذا من الجماعات الرهابية تحكي هذي تحكيين حكاية اه حكايات حكايات والله حقيقة جاوني تهديدات جاوني وجاني الكفن جاني الصابون جاني كما يقع الناس يعني وما يقع الفنانين بوم على بلش أصدقاء اللي كانوا في ذاك الوقت وكاين ناس اللي الله يرحمهم مكامل ولكن كانت تهديدات تالية وكاين حكاية مثلا هكذا كيف؟ نو مثلا واحد النهار بكري على برك ما كانش البرتابل هادا كان الفيكس كان بان كان واحد البرتابل ما يمشيش مليح ولكن كان الفيكس أنا داي الفيكس في الدار وداي الريبوندور كين نخرج داي الريبوندور هاداك النهار ما ننقصتش صانتاع الريبوندور ورحت كانت عندي حفلة في بيجايا ولا وجاء نابل تليفونيك للدار فزعهم في الدار يعني رعب كبير أنا كتب الرا وش يقول الميساج هاداك بكل احترام مساء الخير الأخ يزيد أنا الذي أكلالي الشارف اغتياليكم أه والعجوز والشيخ يسمونه فاني كابور فاني كابور وبعدنا بشي حكموني مكالة بورتابلة والو لاني حفلة ورح بالطريقة أنا يعني بو ومن بعد الحمد لله يعني حكموني في تليفون سبتم ضنزال نيطة وكامل الشيخ قال يمليوم تحبس كلش حبس علينا قاه هذا وش راكت دير وعطف الدار يتوقت له له فما نقدرش نحبس بوالا بوالا ونهار اللي رحت اغنيت في سيدي موسى في ستة وتسعين خمسة جويلية ستة وتسعين الوالد انت عايز ست شهر مهضرش معي ست شهر ونهار رحت للاخدارية تلات سبعة وتسعين فسطات تعالى الخدارية درت حفل كان واحد تمام باتريوت عم المغفية الله يرحمه يفسه عليه تلقيته قال لي يا ولدي يحبي انت سخصيك عندك والديك قالوا عندي قال لي يحتاجوك ويحتاج لي وش راكت ديال هنا يعني ما والله وش راكت تكمل ما حبسك انا نظن انقول لك الشجعة خارقة اللي عادة راح نطفل والله بالك منش عارف كنت صغير كنت آمن صح شجعة حبينا الوكر هنا ايا شجعة انو يجيك تهديد باش بالقتل وانت تكمل في نفس الطريقة دي رايش شجعة يعني كنت مؤمن بغاد أفضل بغاد أفضل بقرينا في الجامعة وشفنا سحبنا وحبينا بلادنا تكون مليحة وحبينا بلادنا تجاوز هات الصعوبات يعني ماش دماغ وجية وشان يقول لك يعني عن قناعة عن قناعة حتى قدرك الدور اللي اني يقوم به انا من الناس المقتنعين باللي البلاد ما تتغيير غير بينا صح غير بينا احنا وبالجهد ندعنا صح طريب سيازي دي ما كنتش تنزعج كتشوف بلي مثلا دير ألبومات في العام دير حفلات بالصح نقولوش ما ينتحوش بصح ما يديروش الضجة ولا ما يلقاوش الصادة كيما لوي مارس ما كانش يقلقك هكذا لا 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 صح صح لا 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 لأنه شوف نفهمك حاجة كين فنانين في العالم كلهم ديروا آن سيكسي ما زادش حنا المرشكي تعنا في الجزائر كي دير سيكسي السنة وكل عامل شهيتين يدير سيكسي والعمل لي موراه والعمل لي موراه ولكن أنا كنت إنسان عن ديراسي فوق تفي شابيراتية تسولي زيبول اللي كنت ديجا درت أنسيكسي دارو سحور دارو وينبعنا منه خمس ملايين كاسية هذيك الوقت درت سيكسي الصبري الصبري اللي كان انسيكسي انترنسيونال انترنسيونال يعني ما متلقيت عرض باش الموسيقاتك تكون في الفيلم تاع شو شو عمري ما قلتها يقول هالي أول مرة كان رايح هذيك الموسيقات تكون في الفيلم تاع شو شو ولكن البرودكتور تأخر باش عطيهم موافقة طلبوا مني يعني من البرودكسيون في فرنسا باش هذيك الموسيقات على الصبري الصبري تكون في الفيلم تاع شو شو الاغنيات تاع بلعت الباب كانت في الفيلم تاع مادئين تاع مساحدات يعني درت دي سيكسي اللي أنا تشبعت بهم باش خديت طريقي يعني أنا كنت لما نعمل ألبوم ولا نديرو عن قناعة من سناش سيكسي لأنه كنت نشوف الجمهور أنا جلت الجزائر رحت لأماكن بالك الناس ما تعرفهمش رحت يشوفوا يروحوا على اليوتيوب عام الشاب يازي يعني رح يسيبو رحت الفقار تزوار رحت العين سالح رحت الأضرار رحت الرقان رحت البير العاتر رحت للسفيزف رحت الزيامة مصورية درت قاعد جزائر درت للجزائر وين روح آلاف الجماهير هذي الناس مش يفرغي نشغل يعني مش يفرغي نشغل يعني مش يفرغي نشغل دونك ما كنتش جم رميتي بان كوز علاش لأن الناس كان هنا الناس كان هنا وكنت روحي نشوف روحي انفستي دوني بلت ربما لأنه الويمارس حدث مهم بالنسبة للمرأة كان البروز يكون أكبر خلينا نقول له والاهتمام يكون أكبر لا 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 كان حاجة أخرى يعني باش نتفاهمه درك انت باش تسيب فنان على الأقل عنده مرجع يعني يرجعوك الويمار يصيرك مليح صح يعني كين فنان اللي كي يشوفو ما يصيبوش وين يصنفوه من قاسمك فهد شرف وعمروا عمروا ما ديرونجاني هذك يعني هذوك الصور تحييلة الرمضان والله كنت عملك نتقاسموهم أنا وصحابي نضحكو نضحكو بيان سيور نضحكو والناس على بلهم مام جعف القاسم كانت تكلم معي في كل مرة يدي الالتفاتها ما خلت دوجال يرحمها وكامل كنا نتلاقى ونقصروا على بل بلما زعفش نحييه من هذا الممبر بس كنتاني عندك مستوى سيازي نتالي متعلم وفاهم وتدي هذا الأمر بشكل لازم لأنك لأنك الفن هذا لما تختار طريق الفن مع أنتها رح تمد دهرك هاتش يمف رغم أنه ما تقدرش أنت تختار طريق الفن وندي روحك عرضة للناس اللي حتقيم العمل تاعك ونبعد تنزعج بالعكس أنا كنشوف الناس حاجة ما عجبتهم مش نحاول نصلحها صح مش نزعف على هذك الانتقاد اللي داروه صح طيب سيازي داروك كنت راضي على خدمتك ولاقي بلاستيك ومميز عند نساء وليمارسك والعلي فرحه بيك والحفلات يعني والحفلات إلى أخير طيب ماذا تلك فجأة تتحبس أخينا نقول تحبس الراي بعد المرآة تسمح فيها وتمشي للأطفال علش الله سؤال وجه سؤال وجه نحن جاوبك عليه بطريقة جديدة مولف نجاوب على السؤال هدا ولكن باش نفهمه واش سرى الفين وخمستاش لازم نرجعه الالف وتسعمائة وثمانية وثمانية وين شاب يزيد دار أول حفل في أول جوان الف وتسعمائة وثمانية 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 في رياض الفتح بمناسبة عيد الطفولة وين غنى أول ألبوم للأطفال عنوانه ماما من كتابة بالقسم زيتوت داك نفهمه نمشي وين خمستاش وين بديت تغني الأطفال مضاب ثاني ألبوم مدرستي كان في الفين وربعة كنت في كل ربع سنين خمس سنين ندل التفاتة للأطفال بدون تخصص لأنو كنت كجزائري كفنان كمواطن كأب كنت انطور انطور على الفراغ لأغنية الطفل ندلهم التفاتة ولكن بدون تخصص ولكن بعد النج بعد النج كان تراودني هاد الفكرة هذي ويقول عليش ما عندناش برامج عليش ما عندناش أغانية الطفل عليش أدب الطفل مكانش عليش مصرحة طفل مكانش في بلاد اللي فيها آن مليون دونيسانس في السنة صح الجزائر تنجيب ألف مليون طفل في السنة ويموتون مئة وخمسين ألف يبقوننا ثمانمئة وخمسين ثمانمئة وخمسين ألف طفل كل سنة عندنا عشر ملايين طفل متى مدرس عشر ملايين يا سبحان الله عندنا خمسة وسبعين في المئة أقل من خمسة وثلاثين سنة كيفاش قاعد الطاقة هاد الأطفال هادو عندنا ثمنتاش ألف وخمسمئة مؤسسة مدرسية يعني بريمار سبحان الله العظيم هاد أنا دونك نخرج نروح للجزائر العميقة وكمل ونشوف هاد الأطفال هادو مرة يسمعوا برنامج أنا بدون أي خلفية على البرامج الأجنبية لأنه أنا عندي قناعة للبرامج الأجنبية يجبها تكون تكميلية مكملة أكيد أكيد ملاح البرامج نجز أروها تكون حاجات فيها البرامج تعنا تكون رئيسية تكون رئيسية والبرامج الأخرى تكون تكميلية إحنا صبحنا أنه البرامج الأجنبية صبحت رئيسية وتعنا تكميلية ومكانش تمنى تشوف بالليس اليوم نقدر نقوله رك ناجح في أغنية الطفل نشوف الحفلات تتاعك الله يبارك بالضبط أخينا نقوله من دك بالمئات من دك نشوفه بالآلاف يعني ولا مرة تتحقنا مئة ألف ولا مرة نشوفناك در التحفلة للأطفال وكان المكان فارغ الصالة ولا المسرح ولا كان فارغ يعني دائما معمر فرايك هذا النجاح لأنه انتعرف تقدم لهم حاجة جيدة ولا لأنه فراغ مكانش هذي تاع الفراغ هذي رودتني والناس تكلموا أليها تاني في سنوة الجمر الـ 95-94 من بزاف زملاء الفنانين اللي غادروا الوطن وكامل كانت الساحة فارغة زاف الناس قالوا يا زيد نجح لأن الساحة كانت فارغة أنا نظن هاو من 2015 ما درتش ما درتش 8 مارس ما كانش ما درش 8 مارس يعني ما درش 8 مارس أنا نظن نظن باللي أولا الصدق أنا نظن باللي الجمهور وخاصة الطفل لازم تكون صادق معه وحدا ثانيا الثقة الثقة أنا نظن باللي كنت نقولها ونعودها جمهوري اللي سندني طيلة عشرين سنة على شاب يزيد اللي يعطى لي هذيك المصداقية وعطى لي هذيك صورة هذيك صورة خدمة عمو يزيد لأنه هم زادوا بالك بلدوها لولادهم بالضبط لأنه مثلا الطفل الوالد يشوف طفلتا ويشوف عمو يزيد آه هذا شاب يزيد آه وينار ويد فاميليا متخلق كذا المواضيع تعوه هذ شي كان دايما يشرفني دايما دايما يشرفني ودايما يعني يعني اللي بارون كي يجيب ولادهم الحفلة عمو يزيد ما يخافش بسكو على بلو بل رح ي رح تكون مادة محتارة ما رح نشوفو كين صور وين اللي بارون شديد الكتب مع ولادهم ويقرأوا معهم نتكلموا على الكتاب على الفكرة هذي دوك تشوف اللي بارون مع ولادهم وانا في الحفلات نديروا ماما كي يكون حفلات هكذا نديروا أسئلة تقافة عامة وكامل الأرحال هذي الحفلة كيف حاليكون ندخل لهم باطل بالمجان بالمجان حفلات توقعك كامل بالمجان والله يكانوا بالك تنين وثلاث حفلات أغلبهم بالمجان أغلبهم بالمجان انت وش تستفاد العكس كيف حالي تستفاد احنا قلوا بلك اين فارخ وما بعد انت تجيب خمسين ألف طفل تتمرروا رسالة بس حالة نحن نفي خدمة عمومية اخي نتفاهم يعني الفن لا تستطيع لا تستطيع لا تستطيع مدام أنا نقول للناس باللي ثرت هذه تطورة مني على الفراغ اللي كان موجودتهم بعد نبدأ ندير برامج أطفال كين مصارف مجان كين مصارف لأسون وكاد جستو مو جستو مو جستو مو نحنا نهار بدينا نهار بدينا المشكل في المجانية الجزائر العميقة خاصة ناس ما عندهم ناس ما عندهم ما عندها لما تديرها الدخول بالمقابل راح تقصي راح تقصي جزء وحنا في تمرير رسالة هنا وين نثمن دور مجمع الشروق دور شركة رامي وشركة شمس مهبول لما يرافقوني باش يمتصوا هاد المصاريف داك عشان تفهموا ووضح ولكن يزيد أمره مخلص ومعندك حتى مدخول مادي في الحفلات لا لا ولكن في الحسة وكامل نحاول كيفاش على الأقل نعيش ولكن في الحفلات إلى يومنا هذا راننا داينين ما يقارب مئة حفل عم ويزيد ما يخلص طيب يمكن على جهل هذه لنشوفه ما كانش بزاف خلينا نقول فنانين أو أعمال موجهة لها الشريحة ربما ميش مربحة راني جايك بطب بشي غير الفن حتى الحصص التليفزيونية ما هيش في البرايم تايم يعني باش الناس تفهم ما هوش ما تجوز على تساعة تعليل ولا تجوز كما ما بيناتنا اللي جوز في وقت جميل جميل يعني حصة تساعة أبعا بشي فهم مشاهد أنه أفضل وقت في القنوات أكثر مشاهدة أكثر مشاهدة هذا هو من 8 العشية قينا نقول حتى العشرة على حساب الصيف والأشتاء هذا واللي البرامج تكون فيها أكثر نسبة مشاهدة يعني حتى المعلنين اللي يديروا البيبي سيتي وكامل يحبوا هذا الوقت يتكون فيه مشاهدات إذن الخمسة العشية نهر ثلاثة ويتعاود نهر ثلاثة على عشر ونصف معنى موجه الأطفال ما تشوفش باللي مناسب لأنه الأطفال بالك ساعة عشر ما تساعدوش جدا مناسب رأني جاي باش نوصل وحده النقطة مهمة جدا لما البرامج هذي تمر في وقت يعني ما يستقطبش المعلنين معنى تها لازم القناة لازم القناة تلقى بديل هذا المعلنين تلقى بديل لازم القناة تقوم كما الشروق والله سبقها في هذا المجال هذا وتلقى معلنين اللي مقتنعين من شركة رامي الإنسان وحده يترصح مقتنعين باللي برامج التفل تدعم ونشوفه دايما رامي باو ماناش ندلوله يعني إشار والآخر إنه راه 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 سبونسور على البرنامج ولكن نشوف هنا وش لاحظت هذا كإعلام يشوف دايما رامي يمشي مع البرامج الهدفة التوعوية الرياضية مشاريف كانت شروق بالضبط أغلب البرامج تكون لدعمها تكون إنسانية خيرية هدفة للأطفال الإنسان الإنساني هذا الكلمة حق الناس هدوا سيتون سوسيتي سيتويا أنا نسميها شركة يعني على دراية بالواقع الاجتماعي يعني يحبوا الطفل يحبوا الأطفال صح يحبوا حتى الأطفال تمنى أنه دايما يواصلوا الدعم بتحكم البرامج إن شاء الله يكونوا أكثر يكونوا لأن برنامج الطفل إذا كما قلت المقبلة ما يستقطبش الفناني إنه كامل لأنه غير مربح إلى يومنا هذا برنامج الطفل في الجزائر هو أنك تجيب مهرج وراه عن الرقح وكان تاني عن فنومان من هذا المنبر نوجه رسالة يعني الزملاء المهرجين وكامل اللي يخدموا الموسيقى اللي يستعملوها ما نفهمش أنا برنامج الطفل بعد الموسيقى يعني كبيرة على الطفل ما نقولش مش مليحها يعني كبيرة علي يعني دير عب ولا حاجة ولا اللي بحيث على الطفل الطفل علش سؤال اللي راح نسأله الروحي ونجاوب عليه الروحي يعني تفضل تفضل علش ما وزيتش بين الشبيازيد وعمو يزيد علش حبست بش كي تكون أنا قدر ننجاوبك والا أنا طرح تكون يلا تبادلو بش نقعد قدوة للأطفال هذوك مات الصورة مات بش ما يوقع لوش خلط اكزاكت للطفل لأنه بلك في تليفزيون هكذا يشوف شاب يزيد يغني يبقى يشوف هكذا يما هتقول لولدي هاتل غناء كبير عليك يقول لا هذا عمو يزيد هذا عمو يزيد اه إذن ضحيت أنا نقول لذا درك رانا رانا فليتسا لازم كنا نتكلمو هذا الكلام في 2015 وقررت أني نحبس ونروح للطريق مظلم يعني ما كانش على بلي وش حي صرا يعني كان قادر البرنامج ينقادر يمر مرة 2-3 أقل وش يدير هذا واحد ما يتبعك وخلاص وكل شرح يعني كانت أنا نظن قرار جريع وقرار شجع شجع جدا طيب حتى نشوفوا في الحفلاتات كما قلت حتى الحفلات كما كانت للنساء هادفة الأطفال نشوفوها هادفة ونشوفو كما هذا يا كتابي مع عمو يازيد تعطيني الكتاب هذاك طبعا مثلا إحنا في هذه المرة درنا هذا الكتاب خرج في معرض الكتاب في الجزائر وندرنا حفل اختتام معرض الكتاب كان حفل من أرواع ما يكون كام الحضور أعطينا لهم كتاب وكانوا حكمين الكتاب هكذا ويتابعوا الأغاني وش في الكتاب على أدهم الكتاب في سيدي في سيدي في 32 أغنية وهذه 32 أغنية كلها مكتوبة ومشكلة كلها مكتوبة صح ومشكلة صح ترى تشوفها وش نهار اللي كنت ندير في هالكتاب أنا درت تلت ألبومات للأطفال درنا مدرساتين بعد درنا مؤادلين صح هذا دعمتوا بكتاب هذا دعمتوا بكتاب علش ما خليتوا جسيدي برد لا لا شفت بالأطفال حابين الكلمات حتى في الحصة واللي تكون أغنية ولينا نكتبوا الكلمات مشكلة من التحدي شكونا ويكتب لك كلمة هدو كان أربعة أربعة كتاب كلمات سيد أحمد طهاري سيد أحمد طهاري سيد أحمد طهاري روما طالق والو يعني مع الكبار مع السغار بدمعية بدمعية مدرساتي ومدرساتي ومدرساتي قبل ما يتعلم كنا نكبير طهاري والله أنا والله تحسلي مش يدي يحققوا في الإعلام لا لا يعني يبقى مشي معروف ولا مرة ربما أول ظهور لي كان في ثلاثين ثانية معنا هنا في البرنامج نهار صادف سكادر جابون بضبط إن شاء الله والله يجي نهار ونستضيفه عندنا ونحكي معه أنا بنسبة لي نابغة نابغة يعني إنسان شوف الأغاني الليدر وسيكسي كيف أكتبهم هو جينيريك البداية جينيريك النهاية هي هل أمو إلي ننضمه هو أغنية مدرساتي كما أحب مدرساتي ويلتي ويلتي لم أكن بوجيبي والله أغاني جميلة جميلة جدا طيب الكتاب هذا شحال السعر تاعه في الأسواق باطل باطل ثاني أنا اللي حاب نعرف كيف رأيكم نحيشين في ربوره نبدور في الحفلات باطل ثاني نبدور في الحفلات ونفس الشي دايما معك رامي مع رامي إحنا أنا كعمو يزيد تكلفت بالجانب الفني يعني كل ما هو كتابه وتسجيل وعلى عاتقي على عاتقي ورامي خدال الطباعة ودرنا هذا العمل هذا برافو حبيتنا مثلا لما نوصل الحفل مثلا مثلا واش نقول لهم الأولياء نقول لهم لأن الحضور كلهم نعطهم كتب ونروحوا معي صفحة تسعة مثلا نغنوا أغنية مثلا نتكلموا على الاحترام واش نقول لهم نقول لهم يا أولياء أنتما بالمرات في بالكم أن الطفل هذا يعرف كل شي نقول لهم ما تمسش النار قلت لك هذا العمل اللي سخونة وانت عمرك مقتلو صح ما تمسش النار سخونة قلت لك لازم تدخل بك وانت عمرك مقتلو قلت لك ما ترفعش صوتك وانت مقتلوش دوك دائما نحسس الأولياء باش يهضروا مع أولادهم قولوا لأن الطفل ورقة بيضاء مع لبلوش طيب سياسي دبالك التخصص تاعك الجامعي يعاونك في أنك هكذا تقدر تقدم للطفل لأنه التخصص تاعك هو أنا درت علوم الرياضة درت أنديوياس في اليستيس ومبعد درت أنديويا في الإنساب دو باري ومبعد درت ماجستيرون بسيكولوجي دي سبور علم النفس ريادي ودرست بصع علم النفس يعني عاونك تخصص عاوني وحتى التعليم حتى للجانب البيداغوجي كان عنده قصة كبيرة نحنا في الدراسة وكامل في المسار المسار الأكاديمي وكنت دائما قريب من الأطفال دائما قريب من الأطفال ودائما ولكن الشي اللي دفعني باش هو الإحساس هو حسيت باللي الطفل الجزائري محتاجنا كامل حبيت هنا نبدأ صح صح والله وشو نقول لك سيازي برافو لأنه فعلا نظن باللي ناس كيما تلي وما أنا محتاجينهم في المجتمع لأنه والأراك تقوم بيدور كبير بالزاف لأنه في الوقت اللي قادر فنان وحد آخر يقول لك أنا نقعد نغني ندخل دراهم كذا أمر مربح ونعيش خياتي ونعيش روحي ونولادي نترك تمد وقتك ووهبت فنك ونفسك باش أنك تسعد هذه الأطفال وبالعكس أنك تعلمهم وتربيهم وتخليهم يطلعوا بيتنشئة أخينا نقولوا جيدة سليمة مستوحات من القيم الجزائرية من القيم مثلا الطفل يقول له مثلا أغنيةها الاحترام اللي نحبها بزا في صفحة ساعة مثلا يقولوا يا أبتاه قل لي معنى الاحترام نخلي الطفل يسأل لولد نتاعه لأنه هذا الطفل ورقة فيضاء ما يعرف واش يقوله باباه يقولوا يا ابني فمعناه في سنتنا والإسلام يقولوا لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي فات يقولوا يا أبتاه قل لي معنى الاحترام يقولوا لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما لا تعجل في طلاب الشيء أو تسبق غيرك ظلما وليدك وكما تقوله يا ولدي لازم تدخل لشان ولازم تدخل الحان وتقوله السلام عليكم ورح يتعلمها انتهى تعلمها له لأنه الطفل يبحث عن القدوة صح والقدوة الأولى هو الوالدين صح ومعنى يقولوا يا أبتاه قل لي معنى الاحترام يقولوا لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابه أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منه مردا وليدك تعلمه يستأذن صح حتى في الدراسة قلوا يا ابني ما تقطعش الناس لازم ترفع سبعك لازم انتالي تقول هالو واساس أي مجتمع أنه يكون صالح ومجتمع متحضر لازم تنشئ على الطفل تكون صحيحة وسليمة وحنا ربما رأك انت أعلم مني أنه عندنا مشكل كبير مع الطفل مع التربية على الطفل تربية صحيحة أخلاقية علاش بصح علاش المدارس مش تقوم بدورها نو لأنه مكانش سياسة شاملة هادشي مفرغ من نور هكاش رعاية كاملة متكاملة تفهموا دو كين عم ويزيد وكين بلك أزملاء وحد أخرين نتوميد واحدة ما تصفى ومكانش خطة ربما بلك أزمل تكون خطة مدروسة جزتما راح نلحقوا لها اللي في هاد الفترة هدي كين يوم 19 ديسمبر اللي هو اليوم اللي الجزائر مضات فيه ميثاق حقوق الطفل سنة 1992 هو الأمم المتحدة تبنته في 20 نوفمبر اللي هو اليوم العالمي لحقوق الطفل 1989 ومبعد الدول كان لازم يغطي في الأشار دي دروات لنفو الجزائر مضاتها 19 ديسمبر هاد ميثاق حقوق الطفل اللي مضاته الجزائر فرض على الدولة الجزائرية تدابير مثلا لازم يديروا لازم يديروا تجهزات للرياضة لازم يديروا التدفئة في المدارس هذي كلها كلها في ميثاق حقوق الطفل يعني دوك تخلنا احنا في العولمة يعني دوك الطفل الجزائري أصبح نشوفه بالمجهر يعني لازم الحالة نتعود لازم الطفل يكون مرتاح دوك ينوصلوا لهذا الشي هذة لازمنا السياسة الشاملة هذة السياسة الشاملة لازم تكون سياسة الدولة سياسة الدولة ومجتمع مدني وبعد ينبليكي وفي الفنانين بالضبط احنا نورمال مو الفنانين نورمال مو الفنانين احنا نركبوه في القطار اكزاكتا اكزاكتا مش مطالبين لكم تخططو مش احنا نبنيه مطالبين لكم تساهمو يعني طوركم يلا هرواح نشط حفلة هنا أنا سبت روحي لبني القطار نديلو الكراسة نديلو الرواد لكن مبادرة جيدة بالك بيك يوعى السلطات باللي كين فرق كبير شوفوا الإقبال اللي حفلت عك عرفوا بلي سهلة ماش حاجة صعيبة واش خسرنا نديرو السيدي وكتابو كلمات محترمة وجيب إنسان عنده مصداقية اللي يحبوه اكزاكتا شخص فنان يكون محترم والأماكن كينين غير المسارح لكينين غير الأماكن العمل لكينين جزائر عندها 11 شرط على الشمس كنا في عين دفلة في عين دفلة في أولاية عين دفلة أواخر نوفمبر أواخر نوفمبر درنا في استعد استعد شمسة يا ربي أعطانا بلد والله غير الجزائر من أجمل من أرواح ما يكون باش يدير انتها حفل في ديسمبر في نوفمبر فرغمنا في كامل بلدان العالم إنشاء الله رسالتك توصل إنشاء الله إنشاء الله إنشاء الله يبدوك نرحوا نشوفوا احنا بطل الشارع حكينا مع شوية ناس شوية كبار شوية صغار وش رايكم قلوا في يازيد يلا الشاب ولا عمو ولا كيفاش نروح نشوفه يلا هاتبنا نشوفه إذا عندنا المشتمع الجزائري مغني ومقدم برنامج أطفال مؤخرة نروح نكتشفه آراء مشتمع الجزائري حول شاب يازيد ولا خليني نقول عم ويازيد يلا معنا تعرفي شاب يازيد وين عرفه وش رايك فيه شاب يازيد ومغني يغني عن المرأة الجزائرية وأيضا نعرفه بليرا ويدي حفلت نظم الأطفال حفلت دم برنامج على الأطفال وبرنامج بزيار يفرح الأطفال وبنات بنات بنات يحبوه بزيار نحب تقسيهم تحبي عم ويازيد؟ اه نحبه وش رايك فيه وش يعجبك فيه؟ يجبني بسكوه ويدي حفلت وألعب ونشاطت تحبي عم ويازيد؟ اه بزاف أو لشوية؟ بزاف كي يقولولك ويمرس باينة شاب يازيد في الكوبول كيما كل عام؟ نعرفه كم مغني وبعددك كي ولا يدير دلالي صغر حتى روعة وش رايك في عم ويازيد؟ يقدمنا ببرنامج للأطفال ويضحكنا نضحكو معه ونفرها تحبي عم ويازيد؟ اه بزاف أو لشوية؟ بزاف وش يعجبك فيه عم ويازيد؟ الكلون التاعب من برنامج إذا حكنا يديرنا مسرحية وش يعجبك فيه؟ كلون يدير حساس مع الأطفال صغر ويغني على المرأة يوم 8 مارس صعرح هو يشعر وش أقيد تاخليين ويشعور مده detailed ووو وي 팬� انه يوم 8 مارس التاليين كيف يصفل الوو من الآن اكثر بهذا ما دون المرأةọi أنا جPeفر عم ويازيد أقوم البريد كيف شاء الله عم ويازيد ي blir وش تقولي له ككلمة؟ نقول له يا صحة كي ما كتفرحنا في ولادنا لا يفرح لك في ولداتك يعطيك صحة نحبك بزيف وفرحنا يعطيك صحة عمو يازين نحبك شكراً نحبك وإن شاء الله تكون ديما تحك بان كوراج وانقلوا بالتوفيق واتحية تيلي نحبك الشهادة التي تخيصكتر شهادة الكبار أو الأصغار صغار أكتر صغار أكتر لأنه لذلك صغد لابوش دي زنفان يعني الطفل ما يعرفش ما يعرفش يتحايل ما يعرفش يعني ديركت ولكن الكبار والجزائري الجزائري بطبيعته صريح دونك كانت بينا كانت بينا الصدق بك جيتي تريتو شي بهذا التيمونياج هادو نقول لهم يعطيهم بالصحة سي غراسة سي تيمونياج كو جرسوا في راباش فيسبوك عمو يزيد صفحة رسمية ولا في الحفلات ولا لا جرسوا بكو دونميساج والله غير يزعزعوك يزعزعوك أنت أرقى فنان أنت قدواته والله واحد للميساج كبار كبار بالمرات نحس تقل هكذا على الكتافي مسؤولية كبيرة كبيرة صحيح سيازي تسهل أنك تجذب الاهتمام الناس ولا تخلي الناس يتبعوك وانت تدير أمر بالصح بش تدير حاجة راقية واللس يتبعوك يشوفوك ويحبوك هنا نظل مهمة بزاف صعبة والله أنا شخصيا بالمرات نطلع حكذا قبل ما نطلع على الركح اللي يكونوا معي يشوفوني مرتبك قولوا لي واش بي قولهم لوتراك قولوا لي ما زال عندك لوتراك نقولهم نهار ما يكونش عندي لوتراك نحبس لوتراك لوتراك مش شي لوتراك أنك خايف تطلع على الركح الوعي تعمل وعي صعوبة المهمة خايف المسؤولية مسؤولية وأدو أطفال والشي اللي حبيت نأكد عليه ونشكر الأولياء إذا لاحظتوا في حفلات عم ويازيد يعني بالنسبة للحفلات الأخرى اللي كنت نشوفها تالأطفال وكامل تشوف الأطفال يجوا وحدهم ولكن في حفلات عم ويازيد تجي العائلة هذا الشينا نعتز به ما على باليش شخصيا كترشفته كترشفته ذلك ما نشعارف إذا كان ممكن أنها تكون لسبب أنه العائلة الجزائرية تحب ترافق الطفل باش شوفه وشو يسمع جميل جدا جدا ولا العائلة الجزائرية كذلك تحب عم ويازيد ذلك بارك تعدك عنهم ذكره تعشب يازيد وعندك يعرضوا يرجع هذه الذكر طيب طيب سيازيد قل لي أولادك أولادك فرحاني مشي ليراك يحبوا يحبوا باباهم شاب يازيد ولا عمو يازيد نو نو أنا أولادي من بكري يحبوا الخدمة ديالي بس يعرفوني كيفش نقتنع بالعمل حتى الميرسلوني حتى الميساج اللي بعتوني في عياد الميلاد ولا كذا أولاد دائما يقولوا لي كنت قدوتنا يعني دائما ربيتهم على المثابرة على المسؤولية يشوفوا كيفش لأن الناس بلك ما يشوفوش عمو يزيد كيفش يعمل ولكن لو كان يعيشوا معي أسبوع يفهموا يفهموا يعني بالمرأة ما نرغلش مابا يعني دونك ولدي على دراية بطريقة عملي كامل دونك كانوا دائما 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 شوف سيازي دعا حمشي واحد الفقرة خفيفة شوية اسمها لوكان يالله يالله جينجل ونرجع للوكان يالله لوكان هذه لوكان رح نستقسك أسئلة وانت أخلي يالله صح إن شاء الله ما تكونش لا لا بسيطة وخفيفة سلامت لا هي سلامت صح الجواب بتاعك مهم طيب لوكان تعرض عليك حقيبة ويزارية بين يعطيك تضامن وثقافة أما فيهم تخير نخير حتى وحده مستحيل علش مستحيل ما نقدرش لأنه للأمانة ما نقدرش نقدم مهمتي كوزير علش ما نقدرش نقوم في المكتب 12 ساعة في اليوم يعني نحبس كلش تقدم خدمة اللي تشوف بالإنتهاء المزارة وكأنشدها تقدر تقدم خدمة لا لا أنا نضرب للخدمة اللي نقدم فيها أكثر من الخدمة اللي قادر نقدمها في الوزارة ولو كانت تبليجا تخير بيناتهم تضامن وثقافة لازم تكون فحدة في يوم وخلاص مثلا تصل بيكاس والجمهورية خالك شوف تكون عندي مكاش ماذا بك ومعدي حفلات وين تديرهم وين تدير الحفلات ومعدي شكوني سبونسوريزيك تضامن تضامن اي ولو كان يقولوا لك غني في عرس عرضه وك عرس هكذا بش تغني خدمها وما بعد ذلك يتكمن يقولوا لك غير شوف كدبنا عليك حنا نضرها ما عندنا وش دير اصرأتلي ماذا كيف نعم اصرأتليك؟ كيف اصرأتليك؟ كيف اصرأتليك؟ اصرأتليك؟ سوى يقولك بابات مجاش ولا مجبدناش درهم اصرأت موامش بزاف اصرأت ومعد ما يخلصوكش قاع؟ ما يخلصوكش ما تحسش روحك بيتعبتك؟ قولك بعد غدون جيبوهم مثل دارمي نو ما تحسوا له والله هذا واقع اجتماعي جزائري وانا عندي حاجة عندي مبدأ كبر عليه كبرني عليه بابا ربي يحفظه ان شاء الله عمري ما ندوس على الدرهم شي نفرو منه عمري ما ندوس وانا نربح لعيب الناس على الدرهم هذا اسمه اخلاقك حمد الله طيب ولو كان ما كنتش مغنيا كيف تقدر تكون؟ طيار بيلوت بيلوت كنت نحب تكون بيلوت طيب ولو كان يكون عندك روح عندك حفلة غنائي حفلة عدرالي كي ما عندك من بعد وفي نفس الوقت هذه عدرالي مرض بصارات وراح ديرهم حفلة بيش تفرحهم وفي نفس الوقت ديكوفريت من انت كنت ناسي باللي عندك وليدك لليوم عنده حفلة تحتخرج وتعوم المدرسة وانت وعدوا بيش تكون حاضر ها راح وليدي راح راح ديرك مكاش ها وليدي راح وليدي على بلك انا اولادي في ثلاثة زادوا ونع الركح وناس يرسل في ثلاثة في ثلاثة يعني ولو في ثلاثة ايه يبقى اوكي دوقا احنا نسقصيك اسئلة واحد دخرين هاد الاسئلة فقرة اسمها كينا ولا ما كيناش نعطيك معلومات وانت اقول لي بس كنت في بالكاد معلومة صحيحة ولا لا لا صحة يقول لك في بريطانيا ممنوع الموت داخل مبنى البرلمان ممنوع تموت داخل مبنى البرلمان كينا كينا تشوفها منطقية ممنوع الموت الموت كيفاش انتحار يعني لا 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 ما منوع تموت داخل مبنى البرلمان لك مواطن منوع عليك تموت ايه بارك منطقية لما نظل بلك كينا ولا ما كيناش كينا كينا صح نقول لك بلي صح كينا هو القانون يقول لك لازم على اعوان الامن كيشوفوا واحد بلي مريض ولا وضعوا حالته صحية ماشي مليحة حرجوا عند البر صح علاش نقول لك علاش لانه عندهم البرلمان مبنى البرلمان مقدس واتابعه للعائلة الملكية لو كان يموت مواطن الداخل لازم يدير له جنازة ملكية وحداد وطني وحكاية كبيرة كما تتعطر خرجوه عند البرلمان يخرجوه عند البرلمان اخرجوه يموت عند البرلمان لا يدور سبيط tightly ونتمعوا كونه في السويد لو كانت تكون موتو وما تكونش دايل الكاسك العقوبة تاعك انك تدخل الحبس من 3 حتى الخمسة سنين كينو وما كيناش؟ ما كانش كيناش؟ ما شكتش قاسية شوية العقوبة ها؟ قاسية قاسية شوية صح، ما كيناش هذه من ابتكار فريق الإعداد قاسية صحة المعلومة الثالثة في اليابان يقولك ممنوع على المرأة الجلوس مقابل الرجل في المطعم لا لا ما كانش شفناهم بقعدين نفس شفناهم في الفيلم بقعدين مع بعضهم وما نشعر ممنوع ما ما كانش يبقى علمك هي كينة كينة في اليابان ما لازمش المرأة تقعد مقابل الرجل في المطعم لازم تقعد قدامه ايه قدامه اوكي تكن انتبهوا دركا ايه بش يقدر بلك يركز في الماكلة ولا بش ما تكوبرو شلابيتي يعني حسب نوع المرأة ايه حسب واشقال طيب اوكي يقول لك في احد القرى في العراق على الزوج ان يضرب زوجته في ليلة العرس نهار العرس يجب يعطيها طريح كينة 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 صح كينة اخر معلومة يقول لك في ايرلندا ممنوع شرب الكحول امام البقر كينة او لا ما كيناش كحول امام البقر كينة 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 صح كينة صح كينة 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 كينة